قال لي يا أخي طيب في عندنا براند حالة هنا في السعودية يعطي فرانشايز فقلت والله ما عندي خبر أنهم يعطون فرانشايز يعطون قال لي وقلت تمام محل كناف ومشهور ولو ثلاثين فرع في السعودية رحت عندهم أول شيء أرسلتهم على الإيميل أنا مسوي إني مرة يعني بريستيج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم العسيري كذا 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 كل حاج بس ما أعطيتهم العمر لا يقولوا لي شيء والله فعلا أرسلوا لي رد تمام وتشرفنا وتنورنا وإن شاء الله أنه يصير بيننا وبينك تعاون وين أنتم قالوا في الرياض جيتهم الرياض طلعت من الجوف إلي الرياض وصلت الرياض السلام عليكم وصلت من قرر الشركة بدين كانت أرخص من اللي في الكويت كان قيمة العلامة التجارية عشرين ألف أربعمائة ألف دخلت جلست مع مدير الفرانشايز عندهم اللي يوزع الوكالات واللي مستلم الموضوعها أول ما جلست على الكرزي قال لي أنت إبراهيم قلت يا الله يقل عبليسكم إيش فيه إبراهيم دايق ما فيه قلت إيوا أنا إبراهيم قال أنت اللي يطالب فرانشايز على الجوف قلت إيوا قال لي ممكن أسألك سؤال بس ما تتحسس مني والله يا جماعة الخير بهذا النمط قلت تفضل قال كم عمرك قلت أنا رجعنا يا طير ياللي إيش لك صلاح في عمري خلاص إيش لك صلاح في عمري قال لا بس أننا عندنا بعض السياسات قلت عمري 21 سنة قبل ما يكمل كلام قال والله إنا نعتذر منك يا أستاذ إبراهيم إنا ما نقدر نعطي فرانشايز لأن عمرك صغير وممكن ما يناسب مع البراند وحنا ما حنا ما نستطيعين أن نتوسع فرانشايز عشان ما أنا ما نفض يقنع خلاص قلت له خلاص سيطيكم ألف عافية حالة الانكسار اللي طلع فيها إبراهيم من الشركة هذهك وبعد الرد الثاني وبعد الفشل اللي كان ثلاث مرات في تجارة وبزنس عقلا ما رح أحد ممكن يقول أنه بيرجع يكمل مرة ثانية ولا بيرجع يتكلم ولا بيرجع يطلب ولا بيرجع يدخل في بزنس فرجعت مرة ما الضائب جلست تقريبا 14 يوم ليش وكيف ومع هذا الرد ومع هذا الانكسار اللي أنا جلس أمره فيه أنا داخليا جلس أقول والله العلي العظيم أن الرد اللي صار هذا ما صار إلا الخيرة شوف بعض الأقدار اللي الله سبحانه وتعالى يكتبها لك ممكن ما ترضيك بس ترى أعلم أنه ترى داخلها خير ترى فيه شيء ينتظرك بس أنت تصبر فقلت ليش طيب أنا أروح أطلب فرانشايز وأروح أطلب وكالات وأطلب امتياز تجاري ليش طيب أنا ما أسوي براند وأنا أسوي محل ويصير هو يوزع وكالات ويوزع براندات وأوزع وكالات الواحد عمره 15 سنة ما عندي أي مشكلة أنا قادر اللي الله أعطاهم قادروا أنه يعطيني وهم ترى ما عندهم عقل غير عقلي ما عندهم شيء ممكن يكون واو شرب مئتين مليون عشان يقدرون يسوون فيه الشيء اللي هو عندهم أنا قادر والله إن كانت في نفسي كنت حطى حتى مصور الملاحظات وكاتب عليها أنت قادر ومصور الشاشة وحطها خلفية لجوالي كل ما فتحت الجوال أنت قادر أنت قادر يعني ترى بعض المرات الإنسان هو اللي يشحن نفسه بنفسه بدأت أصنع هوية لمحلي أنا وللبراند حقي أنا أول شيء ترى عليه موضوع الاسم ترى هذا أصعب شيء في المشاريع إنه إيش الاسم المناسب اللي أنت ممكن تحطه مستقبلا تروني جالس أبني المشروع الآن وقدام جالس أناظر الفرانشايز وتوزيع الانتياز التجاري والوكالات والواواوا، إلى آخر وكل خطوة جالس أخطيها أحسبها لالفرانشايز أول اسم ترى علي يعني الإسم التجاري يكون باسم الوالدة كنافة إيمان ثم بعدين بديت أصنع الهوية ثم بعدين بديت أصنع الشعار ثم بعدين أول نقطة جغرافية فكرت أني أفتح فيها حين؟ في الجوف بحكم أن الوالد يعمل هناك استهجرت موقع قدام الشركة اللي رفضت والله العلي العظيم والله استهجرت موقع قدام الشركة اللي رفضت ترى هذا تحدي ترى تحدي تحدي حرفيا ان انت تفتح قدام شركة قالت لك توكل على الله